بعد هذا ذكر القسم السالس وقلنا بدأ الان مفصل ذكر السحر وحكم السحر ومن هو الساحر وذكر في الباب الثاني انواع السحر حتى نشتنبها والباب الثالث اراد اليبيت يبين لك من هو العراف والمنجم والرمال والكارم شيء واحد وحكم اتيان هؤلاء لا تقبل نوصلها بعين ويقصد تبتها بمعنزل محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية الاثيان لبعض الناس يقول الاثيان يأتي يجالس ولا اليوم رسالة بربك تفتح المجلة الاثيان الجرائد والمجمات هذا الاثيان اطابع بيّن لنا النشرة وقع السحر كيف يحل السحر يحل بالرقة شرعية بشروطها الثلاثة او بالادوة بالادوة المباحة شرب العسلة الحجامة او بالدعاء اما يحل السحر بسحر قلنا لا يحل بسحر مقالب الكتاب والسنة واقوال السلف والائمة وتضعيف الكداول بالقرآن وتقول للسحرة وكيف يرجع الى المطلوب ويتعوك اليقين ولو صدق له الجنة والساحر الثاني يضيف سحر على السحر الاول ثم لا يمكن ان يقدم لهذا المسحور شيئا حتى يتقرب الماشر والمتجر الى الشيطان بما يحفى اطل عمل على المسحور ثم لكرنا باب التطير واشكل على بعض الناس باب التطير يا اخوانا اكسر نحن نقدم الشرع الالفاظ الفاظ طلاب العين لا يمكن ان تكون الا الفاظ سرعية يعني ما يسك ان تتكلم بالفاظ التي يتكلم بها العوام خير يا طير خير يا طير تطير اخوانا حتى لو كان يقولها بعض الناس يعني بعض الناس الآن السفر كلنا يقول يرمز فيه الى الشمس يقول يا شمس يا شموس قل هذا نفعل اكثر من العالم انا وجدنا الاباءنا على الهم شيء اكثر حتى الشير الآن بعض الناس يقول ان الاشياء يسميها انها تعبد الشمس اعودوا بالله موجود هذا المنفروض تقول ان هذا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات سميها دوار الشمس يا اخوانا عجيب وكثرة الاشر يأتي اتصال في اخر الليل في اول الليل في اي وقت المؤمن يتطير او لا يتفير لا يتشغل يتفائل نبي صلى الله عليه وسلم انظر قبل ان يولد مات ابو ولد يتيم ثم ماتت الام كانت في كفالة جد مات الجد ثم كانت كفالة عن ابو طالب مات العم ماتت الزوجة الحنون خديجة رجل معنا مات اولاد النبي صلى الله عليه وسلم كل اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقي حياته عن الصلاة والسلام الا فاطله بالله عنها ماتت بعد المجد النبي صلى الله عليه وسلم ستة اشهر اودي عودي نبي الامة في باب صحيح خرج للطاير رموه وتكلموا عليه قالوا عنهم تأثاب ساحب تقيب وضعوا له السن في الطعام ساحبوه ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ستة النبي صلى الله عليه وسلم تنازم عندهم تطيب لا تفائل عليها الصلاة والسلام لماذا لا نكون على حدي النبي صلى الله عليه وسلم للتفاعل داخل صح نعم خير يطيب لا كده خير يطيب وامكسر في قليل خسر الشبب من يقول هذا لا كده ويكتبوا الهان بعد النفس صفر الخير سبحان الله كيف تكتب صفر الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صفر وبالا الناس يقول اكي اعكاد الناس على هذا اعكاد الناس على الشيخ لابد ممكن لابد نعلم نحن نحذر ونحذر ما قلنا لكم كثوا واحد لكن حذرهم من هذا بعد امس جائنا احد الطلاب يقول عندما نفتق الواردة الآخر زوج ولا يزوج قال خد واردة قال يفع عاجتنا في البلد هكذا اعتدنا نقول والنبي اعتدنا نقول هذا هذا ليس بشيء اعود بالنبي والنبي حلف بغير الله قال كيف قال اعتدنا على هذا لماذا ما اعتدت على سب والدي لماذا وبعما الناس قال اعتدنا على سب الرب سب النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم واش نسمع لماذا عندما تقض ما تقضع النقود ما تسب والدك لك تسب البيت تسب النبي صلى الله عليه وسلم اعتدنا العادة مقدمة او الشرع لا اعتبار بالعادات هذا اللي في كان التطير كثير بالامة الا من رحم الله قال اياد لي هكذا وبعض الناس يستيقل من اليوم من النوم يقول والله نفسي مطلوظة اليوم اشعر ان المصيبة فليل تعلم الغيب ويضحك يا رحك يا رحك على الله يكفينا شرع الضحك الله يكفينا شرع الضحك تطيع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول اخيات من الصحابة ربو الله عليهم الله يكفينا شرع الضحك صح عندما اضحك بعض الناس يقول بعض الضحك تأتي النسيبة لماذا تتطير لماذا تتشاهد هذا الموضوع يعني جاء الناس بأكس قال على هذا اخواننا المسلم اشتركوا في القناة